ازمة وقود خانقة تعاني منها العاصمة دمشق بعد اغلاق الثوار للأوتوستراد الدولي دمشق حمص نتيجة الاشتباكات مع جيش النظام نقص مدتي البنزين والمزوت في فصل الشتاء يضع سكان العاصمة ومركز النظام امام ازمة كبيرة تشابه تلك التي واجهت حلب منذ ان احكم الثوار سيطرتهم على الطرق الرئيسية ناشطون من مدينة دمشق قالوا لأوريانت نت ان الازدحام على محطات الوقود كثيف جدا وخاصة منذ اغلاق طريق حمص دمشق نتيجة المواجهات العسكرية في درعطية والنبك وقرى في القلمون يقابل هذا النقص الحاد في توفر هاتين المدتين صمت من قبل النظام ووعود لا تشبه سوى تلك التي كان يطلقها لسكان القسم الواقع تحت سيطرته في حلب المدينة استمرار الثوار في قطع الاتوستراد الدولي يعني نفاذ اهم مدتين للوقود على كل المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام كالسويداء والقنيترا ودرعا وبعض المناطق في ريف دمشق والعاصمة علاوة على خنق النظام في مناطقه لان معظم آلياته بحاجة للوقود وقد تجداح موجة غلاء كل المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وعلى الناس دفعوا ثمن صمتها وعدموا التبرير انه لا حول ولا قوة شبيحة النظام تستغل هذه الازمات وخاصة ازمة الخبز والغاز والوقود ليصبح شغلهم الشاغل هو تنظيم الدور والتشبيح على الناس فيتكثرون امام اماكن التوزيع بهدف جلب الرشاوة اضافة الى مهامهم التشبيحية الناشطون عبروا عن خشيتهم من ان يقوم النظام باحداث تفجيرات اصطناعية لخلخلة الامن ولفت الانظار عن النقص في مدة الوقود شبيهة بتلك التي هزت عددا من محطات الوقود في برز العام المنصرم وذهب ضحيتها العشرات من المدنيين